الزمالك يفوز على الانتاج 3-1 ويصعد دور قبل النهائل وقبل اسماعيلي فيه شوت تاني قوي جدا للزمالك شفت أداة الزمالك زي والله الزمالك بيعمل شغل كبير قوي دلوقتي بعد الماتش بتاع الاهلي بتاع الاسبوع اللي فات وواضح طبعا لكابتن خالد جلال فاهم اللعيبة كويس وعارف امكانياتهم ايه والزمالك فرقة كبيرة طول عمرها يعني مش هتكبر وقراط الاهلي يفوز الاهلي فوق للفرقة طبعا بدأهم ثقة اكتر عمل شغل كبير يعني النهاردة الاهلي لما يبقى فارق عن الزمالك عدد النوقت دي كلها وهيجي الزمالك في اخر ماتش في الدوري يكسب الاهلي ده قدى معنويات عالية جدا للعيبة وان شاء الله كاسبت على الزمالك شايف مين اللعيب ياخد منفزماتش احسن لعيب في المباراة طريق حاجة الزمالك فرق كبير والانتاج الحربي قدم مباراة كويسة فعلا يعني والحمد لله ان احنا مشين بخطة سابتة لقدام لما جي هدف الانتاج كنت حسنت الزمالك هيتعادل ويكسب ولا كنت اعلان لا والله ما كنتش اعلان لسبب بسيط جدا ان يا ما حصل في الزمالك كده وقريب جدا حصل قبل كده وبعدين دي طبيعة يعني الانتاج فريق فريق كويسة مركزه ومركز سابع في الدوري فرصة ان الزمالك يفوز بالكاس عشان انا عفو عفرك يا كونفترالية اكيد طبعا ده اكيد فرصة لنا فرصة كبيرة اقول الزمالك ان اخذ الكاس بعد خارج الاعلم الاسيوتي سايف المباركة صعبة لا مباركة مش قوية والزمالك ضايع فرص كتير او في الشوط الاولان فرص مدعش كسونجو ده كسونجو النهاردة يعني بصراحة ما كانش في المستوى خاطر بس المورسي لما نزل عمل حركة كده عمل فطورة بس المورسي مش في مستوى بس هو حبي يعني لما نزل يثبت ان هو لسه موجود وكده فاتحرك شوية اعمل برضو خات برضو ولعبين معي سايف مباركة الاسماعيل احتبقى صعب؟ جدا لا طبعا الاسماعيل برضو زي اما الزمالك نسه ياخد الكاس الاسماعيل بيحارب عليه برضو يعني مش مباركة سهلة والزمالك اللي هو فضل بالمستوى ده لا اشتبقى بمباركة سهلة يعني اتمنى ان الزمالك يحسن من اداءه في ماتش الاسماعيل ناردة الاداء كان ممتاز خالد جلال باين شغله مع النادي باين شغله مع الفريق فيه فريق فيه اداء فيه روح حتى البودلة فيه روح في نادي الزمالك ايما الحفظ ده اطالع وفي التحية بتاعت اللعبة 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 حسن لها الرابط من بعض كده بقى يحبوا بعض بقى تجالوس فيه حب باين جدا بين اللعبة وبعضيها حتى اللي ما بيلعبش زي احمد توفيق او الكلام ده اللقعد على الخط زي اللي موجود في الملعب بالزبط وده طبعا ما كناش شايفينه في نادي الزمالك الفاتر اللي فاتت هايما الكابتن ايهاب جلال او قابلو الكابتن يبوش او الكلام ده كل هاي في الفوز ده عادي دفعه لمباراة الاسماعيلي طبعا ايها دفعه كبيره خصوصا بعد خروج الاهلي من الاسيوتي دفعه كبيره للزمالك انه هيحع بطوله وينلعب في الفروس خروج اسماعيلي بقى لي حسابات تانية شايف المغارات الاسماعيلي القادمة تبقى صعبة؟ او اكيد صعبة فريق اسماعيلي فريق حلو بيرعب طورة حلوة ربنا معانا المطشكة ان شاء الله لداء نفسه في نوع من الحماس رداء التاني خاصة بعد مطش الدرب ومطش الكمة اللي بدأت اخد ثقة في نفسها انا عايزين لدي اللعبة ثقة يعني بدءا من المسم الجديد عايزين نلعب على الكاس وخصوصا بعد خروج الناد الاهلي منه فان شاء الله عايزين نحن نلعب على السنة دي اي حالة بس يعني اي بطولة ترضي بي يعني ترضينا حق رمور ما ننفعش فرقة زناد الزمال في نهاية تلعب زر بطولات خاصة بعد خروجنا من الكم فدراليا في افريقيا بعد خسار في الكاس عايزين نلعب بعض الدوري شايف الفرقة يعني تحسنت اداء او فيه تحسن تدريلي النهاردة او احسن لعب عامات النص الملعب كويس طريق حامد ومعروفي المدرب عمل شغل كويس مع الفريق خليج جلال او خليج جلال عمل كويس شغل كويس وخاصة بعد ما باز على الاهلي شايف ان بإذن الله الزمالك ممكن يكسب البطولة بتاع الكاس بسبب ان الاهلي خرج يعني بدش شايف يعني مطشي الإسماعيل هيبها صعب اول مطشي هيبها يعني نائم مفروض اصلا بعد الاهلي ما خرج المفروض يبقى ده نائم يعني شايف برضو الزمالك في حد كويسة برضو الفوز مهم للزمالك طبعا خصوصا بعد الفوز على الاهلي مطشي الاهلي برضو فوزهم يعني ادى الزمالك برضو رؤية حلوة واتمنى والله اتمنى ان الزمالك يعمل مطشات حلوة شاكله عاخد الكاس كده شايف ان الزمالك ممكن ياخد الكاس ولا مطشي الإسماعيل هيبها صعب والله هو المطشي بالبادربي يعني الإسماعيل برضو مش في حالته قوي زي زمان بس حاليا دلوقتي برضو يعني والزمالك مش قوي بس ان شاء الله نشوف مطش كويس يعني شاكله انا كاهلاوي يعني اه طبعا بس بتتكلم كويس عالزمالك طبعا يا عموة يعني الزمالك والاهلي يعني بس قلت عايز من يكسب بصراحة 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 مش الزمالك بس يتكلمت حلو عزوات ايا مش عايز الزمالك ياخد الكاس لا طبعا اه خلاص انت اخده بشجع الانتاج بس قلت ايوه طبعا عشان انا اهلاوي بس انا بتمنى ان المطش الزمالك والاسماعيل بمطش مطش بصراحة بصراحة ان شاء الله ان شاء الله اه الاسماعيل